قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمية أخبره أن نافع بن جبر أخبره أن عثمان بن أبي العاصي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كدى يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بي عزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم قال حدثنا روح وعبد الصمد قال حدثنا حماد قال روح قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاصي وامرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم أغفر لي ذنبي وخطأي وعمدي وقال الآخر سمعته يقول اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاصي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقالا أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا حنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاصي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قالا أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاصي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قالا أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن محمد بن إسحاقة عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاصي فقالا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السيام جنة كجنة أحدكم من القتال وكان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى الطائف قالا يا عثمان تجوز في الصلاة فإن في القوم الكبير وذاء الحاجة حسن إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب أخبره عن نفعي بن جبير عن عثمان بن أبي العاصي قالا أتني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كدى يهلكني فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بيعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمني بن سالمين قال سمعت أشيخنا من ثقيف قالوا أخبرنا عثمان بن أبي العاصي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قومك وإذا أممت قومك فأخف بهم الصلاة فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذوء الحاجة حدثنا وكيع حدثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاصي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان أم قومك ومن أم القوم فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذاء الحاجة فإذا صليت لنفسك فصل كيف شئت حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاصي قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامري بن صع سع تحدثه أن عثمان بن أبي العاصي الثقافي دعا له بلباء ليسقيه فقال مطرف إن صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النارك جنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن صيام ثلاثة أيامين من الشهر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد كل ليلة هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الفجر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاصي على كلابي بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يجلسك هاهنا قال استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا فقال له عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يقض فيها أهله فيقول يا آل داود قونوا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحير أو عشار فركب كلاب بن أمية سفينته فأتى زيدا فاستعفاه فاعفاه حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد زيد عن علي بن زيد عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاصي على كلاب بن أمية فذكر نحوه بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عباري ؟ و